صباح الخير واستعادة على كل مشاهدي شباب شو في كل مكان برحب بكم في الفقرة التانية من حلقة النهاردة سعيدة اني اكون معاكم وحب في بداية الحلقة اني ارحب بزميلاتي اللي هيشاركوني في تقديم الحلقة معنا زميلتي فيفي العشو صباح الخير يا فيفي صباح الخير يا ايمان زي كامنا ايه صباح الخير على كل متابعين برنامج شباب شو صباح صعيدة عليكم جميعا وصباح على زمالتي ألأ هشام صباح الخير يا ألأ صباح خير يا ايمان صباح خير يا فيفي صباح خير على كل مشاهدي شباب شو فقرة النهاردة اللي هنقدمها لكم تهم كل امرأة وكل فتاة في كل مكان لأن احنا نتكلم عن المرأة بس مش معنا ان احنا نتكلم عن المرأة يبقى الرجال يمتنعون لا طبعا احنا لما بنكلم المرأة فالكلام مهم للطرفين ولما بنكلم الرجل الكلام مهم للطرفين لأن المجتمع قائم على الطرفين مش طرف واحد حتى لو في عندنا مشكلة أو في أزمة عايزين يحلها مش هتنفع يحلها طرف واحد لازم الطرفين يتعاونوا لأن بكده بيكتمل المجتمع وينمو ويتطور وتستقر كمان الأسرة صحيح كلامك مظبوط يا إيمان أتفق معيكي صحيح هو المجتمع بينجح لما بيكون في الطرفين وإحنا بنقول أنه المرأة نص المجتمع فده معناها أن احنا معترفين أنه النص التاني هو الرجل فالمجتمع بينجح بالمشاركة للطرفين اللي هو الرجل والمرأة لكن لو إحنا بنقول أنه هنميز المرأة شوية هنميزها يمكن عشان عندها أولادها وأن هي بتقدر تطلع جيل ناجح من المجتمع هو ده اللي بيخلي المجتمع ينمو أكتر فيمكن لو بنديها حصة أكبر يعني في النصيب فبس بتكون عشان الحتة دي لكن طبعا إحنا بنقول أنه الراجل ليه دور ومقتنعين جدا بدوره ومقتنعين جدا بدور المرأة في المجتمع فهي دورها مهم جدا ودوره كمان مهم جدا والمجتمع عمره ما هينجح من غير الطرفين وفعلا يمكن عشان هي يعني عماد الأسرة وهي القائمة عليها ثبات واستقرار الأسرة فعلا رغم كل الظروف اللي بتمر عليه ها عندكم حقق طبعا أتفق معكم في كلامكم المجتمع قايم على الرجل والمرأة بس المرأة فيه منها كتير يعني حققية نجاحات وفيه أمثلة كتير عندنا في مصر بس رغم كل الإنجازات والنجاحات اللي هي بتحققها بس بيواجهها فيه صوعبات وحاجات بتأثر عليها في المجتمع وده بيبقى نتيجة العادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها والأهلين بيعلموهلنا وفيه بعض الناس ممكن ما بيسمعاش عادات وتقاليد أوي في بعض الحاجات بيتقال عليها عهات وتقاليد عهات وتقاليد لا يعني كلمة تقيلة شوية يا لأ بوسي هو أنا يعني متفقة معك في جزء من الكلام أنه المرأة رغم أن هي بتعمل مجود جبار جدا عشان تثبت نفسها وعشان تنجح وهي بالفعل عملت كده في مجالات كتيرة لأنه برضو مازال في معوقات وفيه صعوب هي بتواجهها ومش قادرة تتغلب عليها نتيجة نظرة المجتمع لكن علشان أقول إن احنا العادات والتقاليد تبقى عهات وتقاليد يعني الكلمة تقيلة لأن أعتقد إن احنا كلنا تربينا على عادات جميلة لو حبيت أذكر منها مثلا حاجة هنلاقي إنه في الأعياد اللما بتاعت العيلة كلها عند الجد والجد فهتلاقي كده تلات أجيال بأعمار متفاوتة الجد والجد والأبناء والأحفاد حاجة جميلة تجمع أسري رائعة كلنا تعودنا عليه وعلمنا الترابط علمنا انتماء إن إحنا ننتمي لأسرتنا الكبيرة علمنا إن إحنا ننتمي لبلدنا فيعني هي عادة لكن لها معنى أعمق بكتير لو بسطنا نلاقي إن إحنا كلنا يعني مرة علينا أو بنشوف أحداث مثلا ولادة طفل جديد زواج حتى لو وفاة فالحاجات دي كلها إحنا اعتدنا إن إحنا نحتفل بها بأشكال معينة ممكن ما فيه فروقات صغيرة بين القسرة والتانية بس هي إجمالا إحنا اعتدنا على شكل معينة لإحتفالات دي وأحيانا إحنا كمان بقى فيها طقوس دينية وصلوات ما نقدرش نقول عليه أبدا نهاية متقاليد حتى على المستوى الإنساني لما بتساعدين نياس الآخر مستاعدة الآخر بشكل عام حتى لو أنت ما تعرفهوش احترام الكبير إحنا تعودنا على طريقة معينة إن إحنا نتعامل منها مع الشخص الأكبر مننا وفيه الوقت احترام ما ينفعش نكسر ما دي عدد وتقاليد وفيه حاجات كتيرة جدا يعني فما قدرش أقول إن كلها عهات لكن فيه جزء منها طبعا لأن العدد دي اللي هي ملهاش علاقة بالدين لأن فيه بعض العدد إحنا بنمارسها لها علاقات بالدين أو تنبثلت منها شوية أو عشان توضحها لكن فيه عدد تانية كتير هي منصنع الإنسان أنا معايكي إنه فيه بعض منها لا مغلوط وفيه بعض منها بيشوه الحياة وبيشوه طريقة التفكير ودي اللي قدر أقول عليها أفكار مشوهة والتشويه ده عيها فأنا قدر أقول عليها فعلا إن فيه بعض الأفكار اللي بتعوق تقدم المرأة والمجتمع بشكل عام دي ممكن أقول عليها فعلا إن هي عهات فكرية دي أطفت معايك فيها صح أنت عندك حق ومن كلامك والله يفكرتين كده باللمة العيلة والقعدة وفكرتين ببيت جد وكنا بنتجمع فيه والكلام اللي كنا بنسمعه من جدتي والكلام اللي كنا بنسمعه من ماما إزاي نتعامل مع الجار وإزاي الحاجات اللي تربينا عليها العادات القديمة الجميلة اللي تعلمنا عليها إزاي نسأل على جارنا إزاي نبتم بيهم يعني دي يعني إحنا بنعيش لحظات أو أوقات رائعة سعيدة جدا طالما فيه جوه من المحبة بيسود الأسرة كلها العيلة كبيرة يعني وعيز أقولك إن إحنا بنخذ لنفسنا كمان ذكريات نشوفها فيما بعد يعني بعد سنين بقى لما تفتكر أنت كنت بتروح عند جد وتيتها والعادية بتاعة العيد واللمة ومشاهد لأ يا جماعة وده مراس متهيالي أنا أهم بكتير جدا من مراس الفلوس دي حقيقة بس مع الأسف برضو يعني الحاجات دي بتدت تقل نخلي العادات دي تلحقيقية العادات اللطيفة الحلوة اللي هي دايما بناءة اللي بتدني في المجتمع إن إحنا دايما نتمسك بيها لكن الحاجات اللي هي اللي تقصديها يا ألاء العهات دي بقى لنبدأ نتكلم فيها ونحاول نغيرها بحيث أن يعني نبدأ نطور من نفسنا نحتفظ بالكويس واللي مش مفيد خلاص يعني ناخد الحاجات الإيجابية من العادات بالتقاليد بتاعتنا وإنما الحاجات السلبية اللي هي عهات اللي بتعوق المجتمع وبتعوق نجاح المرأة بشكل عام أو الرجل أو أي حد في المجتمع دي بقى نقدر لازم نتخلى عنها علشان المجتمع يقدر يتقدم ونبقاش عايشين في عهات زي ما أنت بتقولي يعني ما بقاش فيه تشوف في المجتمع كمان هو ضروري إن إحنا يعني ربي عند الناس دلوقتي أو الأهلي ياخدوا بالهم وما بيربوا أطفالهم على العادات والتقاليد بتاع زي ما قلت الأسرة والعائلة أهم حاجة طبعا ونحاول نتجنب شوية الحاجات اللي بتعوق بعد كده المرأة يعني مثلا زي الجواز مثلا لما البنت تكبر إيه دا أنت ديسة ما تجوزتيش لحد الوقتي طب ها مش هنفرح بيك طب عايزين نلبس فستان بقى حاجة ما مش هنفرح بيك دي فترتيني بحكية طانت جولفدان حكية طانت جولفدان مين طانت جولفدان دي؟ أولا إحنا كلنا بلا استثناء يعني كل البنات عندهم في العائلة طانت جولفدان دي موجودة في كل العائلات اللي هي موجودة في كل المناسبات في الأفرح في الخطبات في أعياد الميلاد في الأعياد حتى في الجنة زيت هتلاقوا طانت جولفدان جاي كده جيالك من بعيد كده وعملت أنت بحلق في إيديك الاتنين وبصوابك تحديدا لنو عارفين الصوابع دا بس كده وبعدين تجي تقرب لي كده طالك مال ما نفرح بيك بس أنا عني بقى صد بخصمها ناس بصراحة عندها رد قاتل عندها رد قاتل يعني مرت على ردة الموقف دا فراح تردت أتلاقي تعلي فكري طانت أنا بفرح بنفسي 3 و 4 و 5 شوف اليوم اللي ناس بك وتعليف راحي معي هي كويس نها ردت عليها الرد دا يعني هو إحنا هدف حلقتنا بقى إن إحنا عايزين إنه البنت ما تتأثرش بالكلام دا اللي ممكن يخليها تاخد فرار خاطئ إنها تتجوز أي حد والسلام دا هدف الفقرة بتاعت النهار دا وتعليمك اللي عندك حاجة عايزة تقولي هفيفي الاختيار أهم حاجة أننا نتعلم الاختيار يعني البنات ترابط من صغرها من ضمن الحاجات اللي نقدر نقول عليها عهد زي ما قالت إنه بتكبر البنت على إنت نفرح بيك يا قبل ما شوفك وإنت عروسة يا رب شوفك بالفستان الأبيض فبتخلي البنت دي بقت عادة متورسة فيها بتبقى كل تفكيرها وهمها إنه هي تكبر عشان تتجاوز وتدبس الفستان الأبيض ومش مهم بقى الاختيار ومش مهم أي حاجة تانية ومش مهم بقى أنها تدرس ما تدرس ولو بتدرس حتى يعني أنا برضو في واحدة كده كنت قابلتها مرة في مكان وكانت بتقول لصاحبتها إن هي هتتجاوز في سنة تانية جامعة تانية جامعة تانية جامعة يعني حاجة فبتقول لها ليه هتتجاوزين بعد السنوية العامة دي ستنت لتانية جامعة بس تخالي بقى السبب يعني هي من عائلة يعني كويسة جدا وكمان مكانة اجتماعية حلوة جدا بس ردت عليها رد غريب قوي استوقفني فعلا لوقت لها يعني أنا لما هتخرج هتجاوز مين عادي ما في الآخر كده كده هتجاوز وعد في البيت دا مفيش طموح خالص لا هي الثقافة الثقافة المتوارسة إنه أنا كده كده في الآخر مهما عملت ومهما اشتغلت ومهما حققت أنا كده كده مسيري لبيت جوزي ومسيري للبيت والتربية والمطبخ والحاجات دي فما فيش خلاص بقى طموح حتى لو عندها في مثل تقريبا بيتقال على الجزء ده المسال كنت قلت قولك قبل الحلقة في مثل كده كنت بسمعه برضو كان جديد منهما تقوله يابو البنت متعوزها مثيرها لبيت جوزي عمو؟ الرماض عليك ثاني الثاني علشان clone انا كنت أول مرة أسمعه يا ابو البنت متعوزها مثيرها لبيت جوزي طايف thou Reason المسأل ولهما سيد المشاهدين يسمعونه يعني ايه يا إبو البنت متعوزها مثيرها لبيت جوزى يعني هقولك هو المثال ذا يخصي منصف شوية للрاجل لكن هو مدمر لحقوق الست discut تماما مثال كتير طالعة مدمرة لحقوق المرأة مشتلعين فهو بتخلي بقى الراجل اللي هو القب انه ما يهتمش قوي ببنته ويهتم بتعلمها ويهتم بعملها ونجاحها في المجتمع لانه في الاخر هو مش يقدر يعتمد عليها مش هتقدر تديله حقق له اي نجاحات لانه الولد بقى هو اللي هيقدر يساعد وهو اللي هيشيل اسمه هو اللي هيكبر الدنيا وهو اللي هيكبر المجتمع جدا للي بتعمل المرأة حاليا بالضبط وانتي كمان عندك امثلة حية جدا في المجتمع دلوقتي يعني احنا عندنا شوفي بقى احنا عندنا في البرلمان دلوقتي وعندنا كام وزيرة وشوفي عندنا كوادر في المجتمع هيلة جدا من السيدات وبتقدر كل يوم الستة المصرية تحقق النجاحات فظيعة لكن برضو لسه لسه كتير هو لسه الأثر في المثل ده من زمانه هو عند الاهالي كتير بمعتقدين به فدايما تلاقي ده بيأثر على البنت في حياتها بعد كده بالصورة اللي هي بتشوف بيها نفسها وبتفكيرها في نفسها وفي مستقبلها يعني بسنا ما بتفكرش قوي ان هي ممكن تنجح وتحقق طموحاتها وأحلامها لكن لا هي بتفكر اه اوكي انا اتبرت فخلاص انا هتجوز عشان اروح على البيت جوزي على طول بس برضو في فيه أمثلة كتير لبنات بت يعني تحقق نجحتها وتموحاتها وتحقق كل نفسها فيه من أحلام سواء بقى شغل أو دراسة اه وبرضو مع ده بتتجوز وتخلف وتربي اطفالها احسن تربية وكل حاجة اه لكن برضو على العكس برضو فيه بنات اه لا تفكيرها انا هتجوز اه وها عصبت جوزي مش هشتغل عشان واندحنا سادة المشاهدين احنا مش بنهاجم فكرة الزواج نا طبعا طبعا اتجوزي لما تحس ان انت تقدري فعلا تتجوزي تشيل مسئولية وتلاقي الشخص المناسب ان انت تشيل مسئولية معي اه طب احنا لازم نقترح بقى حل لفكرة الزواج المسيطرة دي انه لازم اتجوز بسرعة عشان احنا هخلف بسرعة علشان انا لو استنيت ممكن ملاقيش ممكن ما تجوزش عايزين ندي حل يعني في كلمتين هيقولهم كل واحد فينا لانه احنا خلاص وقتين قرأ بنتي ندي ثلاث افكار مثلا البنت وهي بتفكر في مستقبلها يكون قدام عليها ممكن تقولي ايا في في بسي هو اهم حاجة لأي حد في الدنيا ان هو ثقافة الاختيار ازاي يعرف يختار وام دلوقتي المناسب اللي يختار فيه ثقافة الاختيار نظبط يعني مش ضروري ان يكون الامان نيكي هو الراجل لا انت ممكن يكون امان نيكي كشغلك بتأمني بي حياتك ومستقبلك بعد كده وكمان جانب شغلك قبلها يجي الدراسة حلو جدا يبقى ثقافة الاختيار بشكل عام في الحياة انه الامان مش روجل الامان اولا في ربنا وانتي لازم تكون يمصدر اماني نفسك قبل اي حد تاني ومتقل جانب الفكرتين دول فكرة الاستحقاق انا استحق كل واحد فينا وكل واحد بيسمعني وكل واحد في الحياة ربنا خلقه مش المرأة بس هو يستحق حاجات كتير جدا كل واحد يفكر يقول انا استحق وبكلمة انا استحق فكروا انتوا عايزين تحققوا ايه وبنختم معاكم فقرتنا و الى اللقاء بحلقة جديدة ان شاء الله موسيقى